ترجمة نانسي قنقر قال لك النبي النبي علمنا الفرح أستغفو الله بالطريقة هذه هذا معنى كلامهم من وين يا جماعة؟ قال لك حديث صحيح ولا تقدر تطعن فيه لا أنا مبدئياً حديث يسيء إلى نبيي أطعن فيه مئة مرة ولا يهمني والله ألقى الله بهذا أنا أطلب الأجر بهذا أنا لا يهمني قلت لكم قبل ذلك مع احترامي إلى إمتي وعلمائي وهم تجار رؤوسنا ولكن أي شيء هو قدح بي في شخص نبيي أرفضه ولا أقيم اعتباراً لمن رواه أو لمن نسبت إليه روايته لا يعنيني هذا في عنا منازل يا أخي في عنا منازل النبي قال وهذا في صحيح البخاري من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهنئ به ولا تكنوا النبي قال هذا أنا لا أصدق ولا واحد في البليون أن النبي يقول هذا النبي هو أعظم البشر أدباً وأشد الناس حياء كان أشد حياء من العذراء في خدرها النبي في موضع التعليم كان أحياناً يستحي يقول له سبحان الله تطهري بها كيف أتطهر؟ أين أضعها المرة التي تريد أن تعلم وتعرف كيفية الطهم الحيض حتى أخرتها عائشة وشرحت لها النبي لا يستطيع أن يصرح ما فيه حييي النبي يستحيي وما قالش لا حياء في العلم لا حياء في الدين ووصف لها مستحيي لا يستطيع النبي يا أخي النبي حيي كريم صلى الله عليه وسلم لا قال علمنا النبي قال أي واحد يتعزى بعزاء الجاهلية ويدعو بدعوتها فأعضوه النبي قال لن أهلمنا يعني يقول له عضّ على انتبهوا حديث صحيح في البخاري وعدنان إبراهيم من صعريك المسلمين لتقرن الخامس عشر لجلي يستحيي أن يفسره للناس والله أستحيي أقسم بالله وتستحي أن تفسره لزوجتك أو بنتك وعندنا بنات وعندنا أزواجي أخي النبي يقول هذا قال أعضو النبي يقول هيك قلوله عضّ على هني أبيك ما هو هنو أبيك؟ أنتم فاهمينها شيء يستحيه ويستقبح جدا التصريح بيه معروف الهنو أم الأسماء الخمسة هنوه وهناه وهنيه قال أعضوه قل له عضّ فعل أمر ليس عضّ عضّ على هني أبيك النبي يقول هذا؟ مستحيل أنا أقول لكم مستحيل النبي قال هذا وعلى كل حال أنتم تصرروا في البخاري كان البخاري منزل النبي قال هذا يا سيدي قال هذا لكن في المقابل عندك مئة حديث يعمرك فيها بالأدب وينهك فيها عن الفحش والبداء ماذا فعلت بها؟ أخبرني ماذا فعلت بمئة حديث؟ وربما أكثر أو أقل وأتيت إلى حديث واحد الله أعلم بحاله على أنه في البخاري أعضوه بها نيابيه إنّا لله وإنّا إليه رجعون اللهم إنّا نسألك أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علّمتنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم شكرا شكرا